بسم الله الرحمن الرحيم الجلسة الاعتيادية رقم 36 لمجلس الوزراء الأحد الموافق 3 أيلول عام 2023 توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء جدد السيد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كاركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة وعدم الركون إلى منطق العنف والصدامات التي تنعكس سلبا على الوضع العام في العراق وشدد على توجيهاته التي أصدرها يوم أمس للجهات المختصة بعدم التردد بمحاسبة كل المتسببين بسقوط الضحايا والجرحة وفقا للقانون بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث المؤسفة مقررات مجلس الوزراء قرار استثناء المحافظات والوزارات من أحكام المادة سبع أولا فقرة الشراء فقط المبينة في القسم الثالث من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث ألفين وثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين وخمسة وعشرين لشراء المستلزمات الضرورية الأساسية لإنجاح شعائر زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام استنادا إلى أحكام المادة أربعة وثلاثين من التعليمات المذكورة مسبقا وتتحمل الجهات آنفا سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها قرار الموافقة على تعديل الفقرة واحد من قرار مجلس الوزراء رقم ثلاثة وعشرين ألف وميتين وتسعة وتسعين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين بحسب الآتي إلزام الوزارات والجهاد غير المرتبطة بوزارة والأجهزة الأمنية والعسكرية بإهداء المعادن الملونة والأسلحة والمعدات العسكرية والخارج عن الخدمة إلى هيئة التصنيع الحربي دون ثمن باستثناء شركات وزارة الصناعة والمعادن فيما يتعلق بمادة النحاس أما فيما يتعلق بمادة سكراب الحديد فيستمر العمل وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ثلاثة وعشرين ألف وسبعة وستين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين بشأن التسوية النهائية مع شركة أكسون موبيل بحسب الآتي اعتماد وزارة النفط التسوية النهائية ستلمنت أجريمنت بين شركة نفط البصرة وشركة أكسون موبيل لحسم القضايا الخلافية العالقة التي نشأت عن عقد الخدمة لمشروع حقل غرب القرنة باستثناء فقرة المنازعات الضريبية المبينة في الفقرة واحد إلى أربعة عشر والتي تحتاج إلى تسوية أخرى قرار أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم ثلاثة وعشرين ألف ومية وخمسة وثمانين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين التي تضمنت الموافقة على تعديل سعر منتوج مخلفات التقطير الفراغي ذي آر ليكون بسعر خمسة وستين بالمية من سعر منتوج زيت الوقود المجحز إلى معامل الإسفلت المؤكسد المحسوب بسعر خمسة وثلاثين بالمية من سعر النشرة العالمية وذلك وفق ما جاء في كتاب وزارة النفط المؤرخ في واحد تموز عام ألفين وثلاثة وعشرين قرار إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية المرقم ثلاثة وعشرين ألف وثلاثة وعشرين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين بشأن يوم التشريع العراقي بحسب ما يأتي تعديل الفقر واحد من توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية رقم ثمانية لسنة ألفين واثنين وعشرين لتكون اعتماد تاريخ خمسطعش من شهر كانون الثاني من كل سنة يوم التشريع العراقي الذي يوافق مع صدور أول عدد من جريدة الوقائع العراقية في خمسطعش كانون الثاني عام ألف وتسعمية واثنين وعشرين تحتفل فيه الوزارات والجهاد غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية كافة ونقابة المحامين العراقيين واتحاد الحقوقيين العراقيين وتقام فيه المؤتمرات والندوات متناولة بدايات التشريع القانوني في العالم انطلاقا من بلاد الرافدين منذ أكثر من أربعة آلاف عام إلى يومنا هذا واستضافة الرواد وتكريمهم من الشخصيات القانونية في العراق ومن أساتذة جامعيين أو خبراء أو مديرين عامين ممن لهم الأثر في التشريعات الصادرة والنافذة وتكريم الموظفين المتميزين من القانونيين قرار وفي مجال دعم استضافة العراق للبطولات الكروية قرر مجلس الوزراء تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 232115 لعام 2023 بحسب طلب وزارة الشباب والرياضة بإضافة والبطولات المقبلة لكرة القدم لعام 2023 شكراً